نأخذ مثال على دفتر اليومية وهو المثال الموجود بالكتاب صفحة 67 يتناول هذا المثال إثبات العمليات المالية التي حدثت في منشأة المغاسل الآلية خلال العام 1432 والتي سبق تناولها في الفصل الثاني نبدأ بالعملية الأولى في واحد واحد خصص إبراهيم مبلغا قدره 800 ألف ريال من ماله الخاص لمزاولة نشاطه وقام بفتح حساب جاري بالبنك باسم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا والمطلوب تحليل العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إثباتها في دفتر اليومي نلاحظ هنا أن صاحب المنشأة وهو إبراهيم قد قدم إلى المنشأة المبلغ الذي تبدأ به نشاطه وهو الذي يمثل رأس المال إبراهيم المالك قدم إلى المنشأة مبلغ بيسمى برأس المال التحليل يكون من وجهة نظر المنشأة وليس من وجهة نظر مالك المنشأة فهنا المنشأة حصلت على مبلغ رأس المال تم إداعه في البنك والبنك هذا يمثل استخدام للأموال لدى المنشأة واستخدامات الأموال قلنا عليها أنها أصول في نفس الوقت حصلت المنشأة على رأس المال الذي يمثل حقوق الملكية نلاحظ أن البنك حدثت به زيادة وكذلك رأس المال حدث به زيادة إذن إذا قمنا بتحليل العملية سنجد أن بها طرفين أصل حدثت به زيادة وحق ملكية أيضا حدث به زيادة إذن لدينا في الجانب الأول زيادة في البنك بمقدار 800 ألف ثم نسأل أنفسنا البنك هذا يمثل أصل والأصل طبيعته أنه مدين نتذكر القائدة وعند زيادة الحساب أو البند يتم الزيادة في نفس الجانب إذن يكون الطرف المدين هو حساب البنك بذلك نكون حددنا الطرف المدين ننظر إلى الطرف الآخر فنجد أن رأس المال حدثت به زيادة مقدرها أيضا 800 ألف ريال ورأس المال يمثل حق ملكية وحقوق الملكية ذات طبيعة دائنة وعند زيادتها تكون في نفس الجانب أيضا دائنة إذن الطرف الدائن هو حساب رأس المال بمنتهى البساطة نأخذ الطرفين ونسجلهم في دفتر اليومية وهو المطلوب الثاني إثبات العملية في دفتر اليومية طبعا ده تصطير الدفتر اليومية بنعمل عنوان ثم نقوم بتقسيم الدفتر إلى أربع عمدة العمود الأول والثاني للمبلغ المدين والدائن ثم البيان ثم التاريخ نكتب في السطر الأول الطرف المدين وهو حساب البنك ونكتب قبلا منه كلمة من ومن هذه تعني أنه طرف مدين وتستخدم فيما بعد هذه الكلمة في عملية الربط بين هذا الدفتر والدفتر التالي له ثم نأتي على نفس السطر الحساب ونكتب مبلغ المدين وهو 800 ألف في عمود المدين ثم نأتي في السطر الثاني ونكتب إلى اليسار قليلا ولنترك حوالي مساحة صانتي تقريبا ثم نكتب إلى حساب رأس المال وهو الطرف الدائن كلمة مدين هذه وكلمة دائن هذه هي للإضاح لكننا عادة نكتب اسم الحساب وكتبنا قبل الحساب الذي ورد في الجانب الدائن كلمة إلى لتعني أنه يمثل الحساب الدائن وفي نفس السطر بتاعه نكتب 800 ألف قيمة المبلغ الدائن ثم بعد ذلك نشرح العملية فنقول إداع مبلغ في البنك كرأس مال هذه تمثل شرح للعملية ثم لدينا بعد ذلك التاريخ وهو تاريخ حدوث العملية يوم واحد واحد هذه الذي يظهر أمامنا الآن في دفتر اليومية ثم نأخذ خط لنفصل العملية عن العملية السابقة كل الذي يظهر أمامنا الآن كل هذا يمثل ما يسمى بقيد في دفتر اليومية نختصره إلى قيد يومية هذا القيد يتكون من طرفين الطرف الأول يسمى بالطرف المدين والطرف الآخر يسمى بالطرف الدائن إذن كل قيد يومية يكون له أيضا طرفين طبقا لقاعدة القيد المزدوج هنا المبلغ هنا التاريخ وهنا البيان وشرح القيد ترجمة نانسي قنقر